موسيقى تانين 28 الشهر ساعة 6 بأسر اليونسكو افتتاح معرض لسيمو صفير ألا وسهلا فيك الله معكم المعرض مميز لأنه مش بس بيضم أعمالك بيضم كمان كولكسيون الخاصة فيك خبرنا شو يعني حبيت بحط إلى جانب اللوحات يلي عندي إياها من سنين أنا بجمع لوحات لنخبئ من كبار الفنانين وهيك أجتني الفكرة قالت لي ما بعمل معرض بيتضمن لوحاتي أنا بحطهم جنبا إلى جانب مع لوحات كبار الفنانين يلي بدي وقت ما بعرف قديت أصير بمستويهن وكمان حدهم رح يكون فيه نموذج عن مجموعة خاصة كمان عندي إياها لصور للمصور الشهير بونفيسي اللي عاش بالقرن التاسع عشر عاش ببيروت هو وعائلته وصور بالأراضي المؤدسة بفلسطين وبلبنان وبالأردن وبمصر يعني كل منطقة الشرق الأوسط يعني هن صور وصائكية يعني بمجرد منشوف هالصور كيف كانت المنطقة هون حلوة وتقريبا بتذكرنا بأمجاد الماضي ومنقرنا هلأ مع التشويه اللي عم بيصير لسيما بفلسطين يعني أنا عندي أكبر مجموعة للأراضي المؤدسة يعني هن فيهم جمالية وبذات الوقت بحزنه لأنه بمجرد منقر بين الأمس والحاضر فيها فيها هيك جرح لأنه منعرف قبل النكبة سنة 48 فلسطين كانت شيء وبعد النكبة صارت المصيبة لكل الدول العربية وأكتر شيء للبنان يعني سيمو حضرتك مهندس هالشغل هو يعني إلى جانب عملك يعني بعدك بتعتبره هواية مش هواية يعني أنا من أنا وصغير يعني كان عمري 19 سنة بتذكر أول 3-4 لوحات شتريتون لفنان اسمه ميشيل عقل الله يرحمه كمان توفى رح أعرض كم لوحة لقلو المجموعة اللي عندي إياها هي لعرف الرئيس قيسر جميل مصطفى فروخ جون خليفة رشيد واهبة مارون طومب نعم يلي بيرسم ورح نشوف لوحاتك بعد شوي بيشوف اللوحات يعني الفنانين الكبار بغير طريقة بتعلم منهم يعني تخيلي واقفة قدام لوحة لفنان إلو 50 أو 60 أو 70 سنة ميت وبعدها هي لوحة حية وهو تحت الطراب يعني يعني هاللوحة بتخلد له ذكرى يعني أنا بتمنى أنه لوحتي تبقى وأكيد رح تبقى من بعد بس ما بعرف كيف رح تتصنف تاريخياً وفنياً ونعم نشوف الصور هنبي بيحكوا عن حالهم شو حلوين كل ما شوفهم بيضحشوني عن جديد جمعتهم على مر الوقت أو فيه؟ لا جمعتهم أكبر كوليكسيون شتريتها بالسنة الـ 2005 رجعت شتريت كوليكسيون صغيرة بعدين وهذه السنة أو من سنتين شتريت كوليكسيون يعني عم يعني تقريباً هنه صاروا بحدود مئة وستين مئة وسبعين أيا معارض بتزوروا ليش بونفيس أخذ يعني هالأدات أنه بونفيس أنه أنا وقت شفتهم دهشوني ودفعت حقهم غالي يعني ممنون الخاص لموضوعهم أكتر من موضوعهم أمغري يعني هنه كانوا كوليكسيون لشخصية مهمة في لبنان من قبل سنت الثلاثين يعني وأخذت كمان مجموعة غرفير مئة غرفير عن روما وثمانة وعشرين غرفير عن باريك ولكلهم مجموعات كاملة يعني المئة كاملين وثمانة وعشرين كاملين عندي إياهم كمان رح أعرض نموذج عنهم الحفاظ على الصورة الفوتوغرافية كهلوات إذا ألاحظت فيها خزق بنصة تارك الخزق يبين الحفاظ على الصورة الفوتوغرافية كهلوات أصلاً يعني الشغلة عمرهم فوق المئة سنة هل لازم يعني دولتنا تهتم فيهم لأنه في فرنسا وبكل الدول الرائية في متاحف خاصة للصور القديمة خاصة لبنفيس ألو متحف في فرنسا ناخد واقفة ونرجع عن طيب الحديث نرجع على بلوك نوت معنا المهندس سيمون صفير مع وضعنا هو معرض بأسل إنسكو الثانين ثانين وعشرين ساعة ستة الافتتاح والمعرض بيتضمن لوحات لألأ وميبقى لأخذ الشهر بقى لأخذ الشهر لوحات لألأ وكمان مجموعة أين كان من صور الفوتوغرافية كنا عم نشوفها قبل شويلة موفيس وقرافور نعم ولوحات كمان لكبار الفنانين كنا عم نحكي شويلة نعم هون شو عم نشوف هدي عارف الرئيس كمان هون انتقاء اللوحات لبعض كبار الفنانين على أي أساس بس أم غرين باللوحة أنا بس أم غرين باللوحة وهي العارف الرئيس بشترية يعني وهن استثمار على المدى الطويل استثمار هدي لفنان بعرفه اسمه سيمو صفير وهاي كمان لألو فيه شوية أبستركسيون وهي عارف الرئيس عارف الرئيس يعني أكبر مجموعة عندي إياها للفنان عارف الرئيس مات بالألفين وخمسة هاي مصطفى فاروخ متأثر بيعرف رئيس تعتبر حالا؟ انو حبله شغله مش كل شغله بس انو هاي مصطفى فاروخ هاي جان خليفة كلهم بدنيا الأموات مصطفى فاروخ هاي دي أكبر مجموعة عندي مظبوط له مصطفى فاروخ هاي دي غرافور يعني أنا فضل ما بين أنا هاي بينه الصور يطلع صوتي غرافور يعني الغرافور هاي دي تقنية قبل التصوير الفوتوغرافي يعني عم نحكي هول فوق المئة سنة تصوري هلأ أنا عم تحوريني عمري فوق المئة سنة ما شزر في المصطفى تقيود importante iceberg أريد ما تحوريني عمري فوق المياه الخاص بك مجموعتك كبير ولما ما بتنعرض بصارات كبيرة المجموعات الموجودة بأسونسكو هلأ هي معروضة للبيع؟ اي اكيد اكيد يعني انا بتمنى يكونوا للدولة اللبنانية يعني تشتريون وزارة السقافة بس للأسف ميزانياتها ما بتسمع وانا عندي لوحة مرة حكيت عنها هون كمان على جبران خليد جبران ريسي مجرجي زايدان كيف حصلت عليها؟ كمان اشتريتها يعني بتفع دم قلبي حقهم يعني تا احطفز فيهم بس كمان مسئولية يعني بدون هلأ مش عارض لأ؟ هلأ مش عارض لأ بس هي انه هم هم علي بس انه ما بخبرك قدي بنبسط بس اشتري لوحة مهمة يعني بس بجعب بقول انه مسئولية كتير كبيرة الحفاظ عليها اي الحفاظ عليها يعني وهيدا تراث وطنية لازم الدولة اللبنانية تهتم فيهم بحب قلك انه بنقهر بس اسمع عن كتر عم تدفع عمليين الدولارات تتحصل على لوحات لابان جوج وميكيلانج ورفاق كل هول الكبار يعني في لوحات اصلا ما بيقدروا يحصلوا عليهم وبتصير تتنافس مع غير دول نعم تتحصل على هالكنوز ونحنا عنا فنانين مهمين يعني وصار عنا فنانين عم تنبعلون لوحات بسوسبي وكريستي بمازادات عالمية برا وبعد ما عنا مطحف للفنون التشكيلية بلبنان ومنظل نسمع وعود 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 يعني بتأمل بيوم من الايام بالمستقبل القريب نشوف مطحف وانا عندي فكرة براح احكيها بالاعلام غير ما بالورا وسجل فكرة بوزارة الاقتصاد بتفيد لبنان وما بتكلفه شي يعني بس بتكلفه انه يخصي الصالة دايمة للعرض الدايم حتى يكون في عنا نشاط ثقافة وحركة ثقافية والحركة الثقافية بتعمل حركة سياحية واقتصادية بلبنان لانه لبنان بنعرفه انه هو ملتقى الحضارات والثقافات ونقطة انطلاق لكل دول العالم بكل الاتجاهات اهلا وسهلا فيك سيمون سير بجعب ذكر بالموعد لكن تنين الساعة ستة بيأثر لناس كلها كل المهتمين باللوحات بحب اقول انه اللي بحب يعرض بالمستقبل شي لوحة او بحب يستفسر مني او يستوضح بيقدر يتصل فيه على سفر ثلاثة ستمية واربعة ستمية وثمانية وانا ناطر اكبر عدد ممكن من الناس ان كانوا بدمان الفن ولا خارج دمان الفن لانه حلو نتفاعل باجواء فنية مش باجواء اللي عم نعيشها للأسف ان شاء الله أهلا وسهلا فيك مش هدين نوقفها لأم نشاء امتابع اشتركوا في القناة